ده ينطبق على مصر زي ما ينطبق على غيره يعني هو نكلم عن العالم طبع لكن إحنا أحيانا في مصر مصر خصوصية مصر مختلفة أصلينا طبيعة لكن إحنا ينطبق علينا هذا كمان ينطبق على غيرنا ينطبق علينا تماما ينطبق علينا تماما وينطبق علينا لأسباب كتير جدا وأهمها إن إحنا دخلنا عالم الإنترنت والسايبر سبيس وكلام ده كله يعني نطينا فيه من غير وعي كافي يعني الحقيقة أنا من أول ما بدأنا نتكلم على الإنترنت كنت أتكلم علي يا جماعة إحنا قبل ما يكون عندنا العالم ده كله قدامنا لازم نكون بنتعلم زي نكون اللي بنقول عليها قراء ناقدين إزاي أي يكون عندي أقدر أفند الكلام اللي بقوله ده يعني لو حضرك هنتكلم على الفيك نيوز مثلا فهو الأهم الأخبار المفادرة هي أهمها أهم وسيلة ليهو السوشال ميديا صحيح فلكن الحقيقة الناس ما كنتش تسمعك يعني كنتش شايفة أنه هو إيه يعني هيحصل إيه يعني هو حصل لا هو حصل وحصل بشدة إيه ما ظهر اللي عدتها أمي العام الأمم المتحدة فكرة قطاب الكرهية المعادي للنساء هل بتعتبري أنه ده قيمة سائدة موجودة في الإنترنت ضد الست تحقير لها أو تهويم منها لا هي مش قيمة سائدة في الإنترنت هي يعني أبقى كذابة لو قلت حاجة زي كده ولكن خلينا نتكلم على الحيز العام الأول خلينا نتكلم على العنف ضد المرأة والعنف ضد المرأة في الحيز العام موجود يعني هو ما هواش فيه كرهية ضد فيه خطاب كرهية ضد النساء آه فيه خطاب كرهية ضد النساء لكن هل ده معناته أن ما قدرش عمم وقول الناس كلها بتتكلم بطريقة دي أو هكذا هل فيه تحرش أو فيه تحرش هل فيه اختصاب أو فيه اختصاب هل يعني هل فيه كل نوع العنف المبوض بس تهدوش عميبيا دكتورة في خطاب الكرهية يعني الخطاب مثلا الدين السلفي القيب على أنه المرأة أقل ونقصة عقل ودي أبسلوتي أبسلوتي أكيد 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 الكلام ده بس حضرتك زي ما أنت قلت الخطاب السلفي لكن فيه قصاده خطاب رسمه ما بيقولش الكلام ده أو فيه قصاده خطاب ناس متفهمة حتى يعني ما هماش سلفيين أو ما هماش بيقوله بس فيه خطاب سلفي شعبي يعني هو ده الشعبي السائد لأنه أنا يعني الخطاب الكرهية ضد المرأة لو طالع من مصدر فيه عنصرية ضد المرأة اللي فيه زكورية اللي فيه ثقافة متخلفة كل ده يتعدى ويتواجه إنما لما بطالع واحد رداء قداسة هو ده المشكلة مدين هي طبعا هادي المشكلة الحقيقة هادي المشكلة وعلشان كده أنا برجع دايما وأقول إن وعلشان كده إحنا لازم نكون بنشتغل على الوعي وتنمية العقل أو تنمية العقل وحيا مبارح كان فيه ورشة عمال مهمة جدا كان عملها المجلس العربي المرأة عن أسباب تصاعد العنف أو تزايد العنف ضد المرأة وفي الوارشة دي أجمعنا كل الخبراء اللي كانوا موجودين أجمعنا على إن الخطاب الديني يعني إحنا على فكرة ما إحنا عندنا نسويات متخصص إسلاميات يعني مسلمين وعندهم علوم إسلامية وبيتكلموا في العلوم الإسلامية وبيتكلموا على نسوية من منظور إسلامي إحفن الناس دي إحنا ما بنسمحهمش ليه فيعني دولة اللي لازم هم مش في مصر عموما بس يعني لا والحية في منهم في مصر أتمنى يظهرنا ويبنى لا يعني أنا أحب مثلا أذكر دكتورة أميمة أبو بكر مثلا هي أستاذة زميلة معنا في تسمي الغالة الإنجليزية وليها مؤلفات كثيرة جدا فهذا المجال لأ فيه وفيه حركة بس إحنا عمرنا بنسلط الأدوء على الكلام لأن أوكي خليني أقول لحضرتك أن دايما الشغل اللي حوالين المرأة والعنف ضد المرأة بيبقى مواسم يعني النهار ده إحنا في 16 يوم لمنهضة العنف ضد المرأة فبكلنا بنتكلم على العنف ضد المرأة وحيخلاصه وخلاص مش هنتكلم لحد ما يحصل حدثة فضيعة نبتلي نتكلم على العنف ضد المرأة إيبقى اللي خلي ده ثقافة سائدة وقيم وسلوك يومي القوانين وهي موجودة هي قوانين المحرمة للختان القوانين المحرمة للتحرش والمجرمة له لكن تفعيلها وتقدمها في مجتمع ده اللي محتاج طرأة ده محتاج شغل لا محتاج شغل محتاج شغل مننا يعني إيه محتاج شغل مننا يعني خلينا نتكلم الأول إن إحنا محتاجين إن الناس يبقى عندها الوعي الكافي إنها تقدر تفند اللي هي وتعقل كلام اللي بيتقال وهكذا دي أول حاجة الحاجة التانية والمهمة جدا 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 إن إحنا في عندنا قوانين كتير جدا بس على فكرة إحنا مش كلنا نعرفها ونعرفهاش ونعرفها إزاي يعني أنا مبارح بالصدفة عرفت إن فيه مثلا رقم مختصر أظن 103 ولا 106 مش فاكرة للتبليغ عن جرائم التحرش الإلكترون أو جرائم الإلكترونية حقق قلنا من الرقم يا جماعة لشان نبقى دقيقي لكن العموم